ممثلين زمان وفي حلقة اليوم هنتكلم عن ممثل مصري مخضرم من موليد حي السيدة زينب في مدينة القاهرة درسه بمدرسة الخدوية الثانوية التي تخرج منها الكثير من الفنانين المصريين ثم التحق بكلية الأداء بقسم الاجتماع وأخرج أعمالاً مصرحية وهو طالب بالجمعة وحصل على جائزة أحسن ممثل عام 1996 من مهرجان القاهرة السينمائي بدأ مشواره الفني خلال المصرح المدرسي وقدم مصرحية الفضائح وخلال دراسته بكلية الأداء التحق بمعهد التمثيل وتخرج فيه عام 1959 وفي العام نفسه انضم إلى فرقة المصرح الحر وشارك في عدة أعمال مصرحية منها الدخول بالملابس الرسمية ومصرحية الدبور ومصرحية الدلوعة كما له رصيد درامي كبير وشارك في عدة مسلسلات أبرزها الزوجة أول من يعلم وكوم الدكة وأرابسك ورقفة الهجان وعلى نار هادئة وسينمائيا شارك في أفلام الهروب وضد الحكومة و30 يوم في السجن الذي لعب فيه دور متحة الشماشيري وفوزية البرجوازية وغيرها رغم عدم أدائه دور البطولة في أي عمل فني إلى أنه قال أنا مش حاسس بأي ظلم بالعكس أنا واخد أكتر من حظي كما وفي مايو عام 2002 صرح لإحدى الصحف الإماراتية أنه مل من أدوار البشوات ورجال الأعمال وزير النساء والشرير وخفيف الظل وهو ما دفعه حينها للمشاركة في مسلسل شعاع من الأمل وجسد شخصية عمدة فري وشارك في أعمال فنية عديدة من تأليف زوجته كوتر هيكل ومع توقفه عن ذلك أوضح أن السبب يأتي في أن المخرجين لا يختارونه للمشاركة لأن زوجته عندما تكتب الشخصيات لا تدونها له وكان سبب تعاده عن المسرح قال عن ذلك أن الكوميديا أصبحت مهنة ما لا مهنة له حسب تعبيري موضحا في حواره للصحيفة أنه فور تركه العمل فيه تبعه كل من فؤاد المهندس ومحمد عوض لكنه استدرك وقال باستثناء عادي الإمام ومحمد صبحي وسمير غانم الذين ينحتون في الصخرة حفاظا على استمرار اللون الكوميدي في مسارحنا قدم خلال مسارته الفنية العديد من المصرحيات والأفلام والمسلسلات ومنها الإذاعية كذلك الصهرات التلفزيونية خلال مشواره الفني قدم أكتر من 250 عمل فني حاز على جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينماء الدولي عن دوره في فيلم المرأة والسطور في عام 1996 تاريخ ميلاده كان 8 أغسطس سنة 1933 توفي بعد أن أصيب بأزمة قلبية حدى خلال توجهه لموقع تصوير أحدث مسلسلاته وكان اسم المسلسل ومضع عمري الأول وتوفي فور وصوله إلى مستشفى الصفا بحي المهندسين في 27 فبراير عام 2006 عن عمر يناهز 73 عام كنا نتحدث على الفنان المصري الكوميديان أبو بكر عزة